أجواء يعني أنت عشتها مع نادي الزمالك وأجواء رائعة جداً تتمنى تعيشها دايماً مع منتخب مصري يعني عايز أقول بس المرسم يعني ما شاء الله يعني حاجة جميلة جداً يعني عادت أربع سنين في نادي الزمالك الحمد لله فضل مع دا السنة على يال مخطة تولى خلال لأربع سنين في سنة الدوري دي كانت لها طعم تاني يعني طبعاً وصلنا إلى أفريقيا دا ربنا ما أكرماش فيه يعني بس إن شاء الله تمنوا توفيق الفترة الجال لزمالي في النادي وقدروا ياخد دور السنة دي أخبار جمهور الزمالك معاك إيه؟ حبايبي دول ها؟ حبايبي دول دحكت وقلت حبايبي دول يعني ها طبعاً بتتكلمي في جمهور الزمالك كتير جداً في مصر يا مهيب وجمهوره عظيم جداً طبعاً أنا فهم شهادتي في جمهور الزمالك مجروحة يعني الناس دايما بتدعمك بتدعمني وطاق في ظهري وتسوى موجود أو مش موجود فاشكرهم من خلالك عارضت نفسك على نفس الزمالك؟ لا طبعاً أنا ما عارضش نفسه على حد يعني مش حد الزمالك حتى يعني أعرض نفس الزمالك أعرض نفس الزمالك أنت ترجع تاني أنا برضو أعرض نفسي دي ما مستحيل العيبي أعرض نفسه أنا جيت مصر يا جماعة عايزيني؟ ولا مش عايزيني؟ لا ما ده لسه محمد يعني الزمالك دلوقتي بيدور على مهاجم بالزبط هل الزمالك يدور على مهاجم في وجود باسم مرسي؟ يعني هداف نادي الزمالك في الفترات الأخيرة؟ لا يا مهيب بس لها بتبقى فههم موجودة نظر هي بتبقى وجهة نظر مالاش دعوة أنت لعيب كويس أو لعيب وحش تفهمت؟ هي وجهة نظر ممكن وجهة نظرهم آه يرجعوا يباسم في شهر واحد أو ممكن يقولوا لا احنا مش نحتاجين باسم دلوقتي فالوجهة نظر دي تحترم والوجهة نظر دي تحترم انت حاس ان انت عايز ترجع؟ أكيد طبعا بصها مهيب نادي الزمالك يعني بفضل علي فعمر ما هتعرض على نادي الزمالك ولك لا مش هروح نادي الزمالك مش وقعية بس حتى لو انا مش هبقى موجود في نادي الزمالك مش هزعل يعني فهمم الناس ماشين كويس وانا بتتمنوم التوفيق نفس هارجع أكيد نفس هارجع لكن لو وجهة النظرة وقالت لنا مرجعش في الفترة دي ما عنديش مشكلة خارجة والناس عايز تعرف وجهتك المقبلة يعني هتروح فين بس حتى لو سي راجع من الونان ومش مسافر تاني بالضبط ما انا بحاول دلوقتي العادي بتاعي بفساخه مع النادي بالتراضي عشان طبعا انا مش عارف سيافهم الناس طبعا محترمة جدا متفاهميني مواقف يعني فلسه محصلش عادة مع حد من نادي الزمالك ان شاء الله اما نشوف الفترة الجاية في خلال الشهر ده ان شاء الله متحدد جلسة ان انت تقعد مع حد في نادي الزمالك لسه لسه ما شوف بس النادي اليونان هافسخ عادة طبعا كيد هرجع للنادي فهم بقى يحددوا فهم هنقعد ونشوف الصالح ليهم وليه ايو هنعمله ان شاء الله فورمة باس المرسي شايفها ازاي الايام دي هل جاهز بدنيا او فنيا انا قلتلك بصها مهيب انا قلتلك اليونان فرقت معي جدا وهتشوفها في خلال ان شاء الله بعد شهر واحد سواء مواجود في الزمالك أو في ايه حتة تانية هم هتشlicher حتة تانية اللي هي ايه لا اي حتة audible يعني اذا اكش اريدج ان نوش عايزني هك patent هعود في البيت مثلا هraction هكيد عندك عروض هكيد اقيد و اكيد جنلك عروض اه في كزا حاجة وف smp كل العروض منين؟ ده طبيعي الأولويه طبعا أكيد ناد الزمالك لكن لو في عروض أكيد ناد الزمالكش محتاجنها اروح اي حتة تانية فين بقى عن حتة تانية؟ لا والله يبص انه يبقى مش عايزة يعني فهمي؟ والله في كذا حاجة وفي كلام ولسه مفيش فعل فهمي؟ يعني في كذا نادي بسمع كلام بس ما فيش حد تتكلم معي عشان برضه أوقعي بس أنا في حاجة يعني حاليا موجودة في ايدي يعني لو ناد الزمالك طبعا مش هعرف مش هقدر أتفوض على من خلال ناد الزمالك برضه بس بس أنا أنا أطلع عارة سنة في مصر يعني؟ في مصر فيه في مصر وفيه بره مصر فيه في مصر برضه طبعا أنا عايزة أعرف انت لم يمشيت أصلا من ناد الزمالك؟ أنا اللي طلبت أمشي من الزمالك يا مهيب يعني بأمانة عشان برضه المسؤولة أنا روحتول وقلتول أنا اللي عايزة أمشي أطلع سنة عارة